اشتركوا في القناة الاحلام دي بتكون واضحة بشدة ربما تبشر بحمل بتوأم ربما تبشر بحمل بنت ربما تبشر بحمل بولد وده طبعا بيختلف كل مدلول بيختلف موعد الحلم وحالة الرأي خصوصا اذا كانت سيدة بتنتظر حمل وكانت متزوجة من فترة وشافت اي رمز من الدول تستبشر خير على طوله تعرف ان ان شاء الله في اقتراب حمل لها في الفترة المقبلة بإذن الله ربنا يبشركم بكل خير حبا في الله موضوع مهم جدا بس قبل ما يخش على تفصيل فيديو المهم ده اتمنى ان تتصلوا على النبي عليها افضلها صلاة والسلام وتدعموا الهدو بلايك علشان يوصل على كبير قدر ممكن من الناس لما تشوف السيدة المتزوجة في المنام ان هناك حليب بيخرج ميساديها ده بيعتبر من الاشارات القوية جدا بتبشر باقتراب حمل السيدة وان الجنين هيكون جنين ذكر بإذن الله اذا شافت السيدة المتزوجة في منامها ان هي بتصبح اضحية ده بمسابة رمز البشرة لاقتراب حدوث حمل بإذن ربنا عسى وجل اي متزوجة تشوف ان هي بتأكل من لحم القبل في المنام ده دلالة ورمز قوي لبشرة حدوث الحمل وقال انها اشارة للمولود هيكون صالح وبار بوالديه بإذن الله ابن عسى وجل اذا رأت السيدة المتزوجة في منامها الحلية او الحلية الزهبية والمجاهرات دي بتكون يعني بشارة لها ان الحمل اللي هي انتظرته هيحدث في القريب العاكل طبعا بالاضافة لرؤية شراء الزهب في المنام بتبشر بالخير والرزق ويمكن ان الرزق ده يكون حمل في اي متزوجة تشوف ان هي بتشتري دهب في المنام ده بيبشرها ان شاء الرحمن الرحيم بحمل قريب جدا بإذن الله وطبعا تخمين نوع الجنين ده يعني بيكون من شكل القطع الزهبية مثل الاساور او القراط او الخواتم وإلى ما ذلك لما تشوف المتزوجة في منامها ان هي شعرها قد اصبح ناعم وجميل ده بيكون مدلول لحمل قريب جدا في فتاة وطبعا المتزوجة اللي تشوف في منامها ان هي بترتدي قطع من المجاهرات او قطع مشغولة من الدهب ده بيبشرها ان شاء الله بيقتراب موعد الوضع يعني ايضا من العلامات المهمة جدا اللي بتبشر المتزوجة باقتراب الحمل وان في حمل قريب جدا لها لما تشوف ان هي بترتدي حزاء او ملابس جديدة او جوارب ده بيكون اشارة لاحتمال حدوث حمل وتلك يعني مجرد بشارات وليست حقيقة محققة لان رؤية الانبياء هي المحققة حاتما مستورة سيدنا زكريا في منامه كانت رؤية المسوقة بالرزق وانجابه سيدنا يحيى ولكن من الاشارات اللي بتبشر الرأي او المتزوجة بالحمل الاكيد هي حلم السيدة ان هي بتنتظر الحمل بشدة وشافت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى بدون اي ملامع وفي شكل نور دي بتكون بشرة لها يعني تعتبر رؤية صديقة وتكون اشارة للبركة وفي الزرية الصلاحة واشارة لها بالحمل القريب بياسنا ربنا حز وجل المطر في المنام بيبشر بالخير بيبشر بالرزق وطبعا الرزق السيدة المتزوجة اللي بتنتظر الحمل بشدة هو انه يرزق الله بالطفل ورؤية قطرات المطر في منامها دي بتكون دلالة على حدوث الحمل طبعا المتزوجة اللي تشوف اه ابريق المية او البيت او الشوكولاتة في منامها سواء هتشتري او بتشرب منه دي بتكون دلالة على حدوث الحمل اه وايضا المتزوجة اللي تشوف انه يبطرد بطرد طفل الصغيرة دي بتكون دلالة على ان المولود اللي اعترضو هيكون اه يعني نفس جنس المولود اللي شافته في منامها المتزوجة لشوف في منامها الخضروات دي بتكون بشارة لها لسمع خبر صار هيسعتها كالحمل اذا رأيت الامة في منامها بنتها بتاخدها بتاخد منام يعني بتاخد منها مال او بتعطيش لها بتكون دي بمثابة رمز لاحتمالية حدوث حمل قريب بيسن ربنا عز وجل احباه في الله ربنا بحسلكم بكل خير اتمنى تكتبوني احلامكم اسفل الفيديو علشان نفسر لكم فسر وقت متنسوش تشاركوا في القناة وتصالوا الجرس علشان قريبكم توصل لكبر قدر منكم